قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب أن وزارته تجتهد لأن يكون الصيف المقبل أفضل من سابقه مشيرا إلى أن كوادر الوزارة تعمل ليلة نهار لتنفيذ خطة عام 2019 وذكر الخطيب في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي نعمل بجد حتى يشهد صيف 2019 حالا أفضل من سابقه مبينا أن التحسن سيكون تدريجيا وصولا لحل الأزمة خلال هذه الحكومة